اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاعتزاز تابعنا اليوم ما تحقق في مجلس النواب من اجماع بشأن برنامج الحكومة واننا نود ان نهنئ سموكم على مباركة مجلس النواب بالاجماع لبرنامج الحكومة وما يشتمل عليه من مبادئ وطنية اتفق عليها كخارطة طريق تصب في مصلحة البحرين وشعبها الوفي خلال الفصل التشريعي السادس وبما تحمله هذه المباركة من ثقة المجلس في قدرة سموكم واعضاء حكومتكم على تحقيق امال شعب البحرين وامانيه اننا نتطلع بكل الثقة الى استمرار التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واثقين من ان سموكم سوف تحيطون هذه التجربة برعايتكم وحكمتكم وان ما عرف عن سموكم من دراية وتجارب عميقة شاملة سوف يشكل الضمان المؤكد لمستقبل مملكة البحرين كما ويسرنا بهذه المناسبة ان نشيد بجهود سموكم الدؤوبة والمخلصة في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها التنووية في كافة المجالات وتطوير منظومة العمل الحكومي والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية لمزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية نسأل المولى الله العلي القدير ان يبارك لكم مساعيكم لخدمة الوطن والمواطنين وان يديم عليكم نعمة الصحة والعافية ودمتم سالمين بحفظ الله والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين